في مخاوف في قلق التوتر نفسي هو الحوت يعني يكاد يكون شفاف حاجات كتير بتأثر فيه اي حاجة بتأثر فيه بتأثر على نومه اول حاجة اضطرابات في النوم نوم قطع يسحى مخدوط يسحى مخدوط كده ده قلق نفسي واضح بس يعني ايه الدنيا حتزبط التاور انهيار البرج برج قائم في حياتك عايش معاك بقى الفترة ممكن يكون تكتير ممكن يكون رأي ممكن يكون علاقة ممكن يكون اي اسلوب حياة بس ده كان خاطئ وبيأذيك يحوت خلاص حينهار ويحل محله نور بقى شمس الظلمة دي تفك بقى وتروح يحل محلها نور البرج ده لما حينهار حيحصل عندك عملية توازن حتستعيد التوازن بتاعك مرة تانية يا حوت واضح انه مكشفت زين الفترة دي فعلا التقلبات المود قوية يعني هو اصلا الحوت مود متقلب زي زي الابراج المقاية التانية متقلبين المزاج جدا بس بقى يعني كمان التقلب حاد في حدية في التقلب الدنيا حتبتزي حتلاقي ان المود بقى ماشي على وثيرة ان شاء الله مستقرة احسن من الفترة اللي فاتت دي بداية الشهر ده الظروف مش مساعدك قوي يا حوت نفسك تعمل حاجات سواقف في حاجة موقفك الموقفك ده انا مش عارفة اقول ده خوفك لان انت عديت مرحلة الحذر انت انت في مرحلة خوف خايف تاخد خطوة اه ايه الموضوع خايف مش شايف الطريق قدامك او الان من حاجة القلق ذا من 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 منعكس هنا في النوم برضو خايف من شيء ومش قادر تتحرك ومتكتف ايه الحالة دي بقى انت اضرب باوضاعك وحنشوف يمكن الموضوع يلقى بحالة عطفية لما نقرأ الحالة عطفية يمكن ده يكون تأثير حالة عطفية ده اللي عمل لك القلق ده بس في خير جاي لك يا حوت انت طبعا الحوت معروف بتبته وانه هو بي طيب الحوت طيب ويعني عملت خير في حد بإذن الله خير ده بيرجع لك او حاجة انت اشتغلت عليها مدة طويلة وعملت فيها مبهود كبير بس مصدش ناتجة ما جالكش المرضود حييجي دلوقتي بإذن الله حييجي دلوقتي الناس اللي عندها أوراق أو قضايا في قضايا مستنيين حكم فيها مستنيين بذ فيها افتكر دي حتكون برضو سبب من أسباب الخير اللي جاي لك واللي بيأكد لي ده الناس با اللي عندها ورث متعلق الحيتان من المجموعة اللي عندهم ورث متعلق افتكر ده ورث الفلوس اللي هي لك من شخص كبير ده ده ورث وقضايا كانت متعلقة ووقفة ان شاء الله الخير جاي فيه خير جاي زي ما قلت فيه فلوس من شخص كبير بإذن الله اللي حالة الورث والقضاء أو القضايا مستمتبطش عليهم فيحوث انت تقريبا اثقت الظن يعني اثقت الظن لحد او اثقت الحكم على حد ما تتصراش في أحكامك يحوث انت بتتلقائي جدا تلقائي وبتعخوي قوي فبتعدي ممكن تعدي منك حاجات سهو غصبة عنك لو انت ظلمت حد بليز رجع نفسك تاني وانت يعني اكيد هتقرب غلطك او على الاقل تحاول تصلحه فيه كرت العزل زي ما قلنا اما فيه ورق حكومي متعلق او انت سأت الحكم على حد او على شيء تهرمت انت حكيم يا حوت وصرت دركة الحكمة حكيم عارف بتقيت تفكر ماداك لوحدك بتشتغل لوحدك ويعني اخر انسجام عقلك اللنبه منورة بصوا نور منور وفيه افكار بتجيلك وانت يعني محوثها لوحدك عايس تكون لوحدك وتفكر لوحدك وتشتغل لوحدك او الناس اللي لEtسه مااتجوزوش بس العلاقة قائمة ما فيش علاقات جديدة في الحوت المجموعة دي مفيش علاقات جديدة العلاقاتهم قائمة في حالة ارتباط او خطوبة او شيء في اتمام زواج الناس المتزوجين الله اعلم بيمروا بظروف صعبة شوي اتمنى اكونوا غلطانة بس من الواضح ان هم بيمروا بظروف صعبة شوي طيب بس حالة التفكير اللي انت فيها الوحدة جديدة قاعد كده تفترح احنا عايشين في البابل بتاعتنا الحوض بيبقى عامل كده لنفسه بلونة وقاعد جواها وبيحلم موضوع الحلم اليقظ عنده عالية جدا بيحلم يحلم بيفكر بس الحلم ده هيتحول لهدف هيبقى عندك حالة اصرار ومصابرة انك توصل للحاجة اللي انت فكرت فيها دي طبعا الحوت كبرياء وعالي جدا ده بيوصفك قد انت شخص يعني عندك كبرياء وعايزة نفس وكمان شخص يعتمد عليه الحوت في المسئولية جبار جبار ديشي مسئولية ويمكن كمان ديشيل اكتر مما ممكن يتحمل بس احنا قلنا الموضوع ده بتده يتغير السنادي والحوت فتنصح وبقى بيشوف نفسه وللسه ما حصلوش التغيير ده ياريك يبتدي يمكن ده يكون التغيير اللي انت محتاجه يا حوت حالة التضحية والعطاء اللي بلا مقابل وبلا تفكير وحاجة مش منطقية كده لأ يا ريت البرج ده يا نهار ونبتدي يبقى الموضوع فيها عقبانية نبدي كل حاجة ما فيش مشكلة بس لازم لما نبدي لازم يكون في مقابل لازم لما نبدي ما نبقاش جنة على نفسنا فهمتوا قصدي ما تجوش على نفسكوا بالطريقة دي حبوا نفسكوا شوية دي مش أنانية ده حب ذات لازم تحبوا ذاتكم شوية الحالة المالية ما فيش فيها تطور مش شايفة فيها تطور للمرحلة دي ما فيش طفر محلة كثير إنما في أفكار شغالة هتتحول لأهداف شدوا حلكوا والناس اللي دخنيها على زواج بإذن اللي حيتم مبلوك مقدمة حالة القلق والخوف دي يا حود يعني سكيف حاول تعديها بسرعة وتحط بدلها هدف إحلم بهدفك إن شاء الله هتوصله حالة توازن إن شاء الله داخل عليها يحوت وحالة موج البحر اللي انت في ده شوية فرحان شوية زعلان شوية متفاق شوية متشائم خلاص الدنيا هتبقى فيها بالنس هيبقى فيه شوية توازن في الحالة المزاجية بتاعتك دي قراءة المجموعة الأولى العامة الحالة المالية فل لا او الله يا إسفايد علي ده مش لوحدك بس للأسف هو الشهر ده مش واضح فيها أي تغير فيبقى إيه نخلي بالنا أي أن كان اللي بيجي بيقول الحمد لله وبإذن الله يبارك ربنا يبارك في الرزق وإن شاء الله يحصل تطور الشهور اللي جايه مازالك مستمرة لا بصي يعاني ده مش هيفيدنا بحاجة خالص مش هيفيدك بحاجة خالص حاولت تبدل احتسر خوف والقلق ده بأمل وبهدف حط هدف قدامك لا لسه حالة العاطفية يا ماي مش نشوف حالتهم العاطفية أخبارها إيه بتقولي إيه يا رانو ما تهمتش أنا برج إيه يا عيما؟ أنا برج الحوت وإحنا بنقراقه كلمة صح جدا بشكرك يا هدير روان لا الناس اللي مش مرتبطين أصلا السناجل لسه السناجل ما شفتش علاقات جديدة يارب أكون فلطانا ويبعث لكو طبعا كل خير بس أنا ما شفتش الناس اللي مرتبطين مخطوبين أو في علاقة في إتنان زواج إن شاء الله هو مضوع تانية وبيننا خلافات كثير ومش بنتكلم طب تعالين شوف الحالة العاطفية ومتطلقين إن وضعهم الحالة المادية تزيل الزيون إيه تكون طبعا الحالة المادية مش وقتش فيها طول تطور خالص حبيبتي دلوقتي هنشوف الحالة العاطفية أخبار الشريك إيه المتطلقين واللي متخصنين والحاجات دي ماكو صفر يا رفال أنا أسفة يمكن أكون غلطانا يا رب أكون غلطانا بس نشفتش صفر أنا كمان حموت إحنا بايدين فعلا ندخلها كثير في الناس كثير أوي أنا جايبة دون المرة اللي فيت اسمها للحمل ليه يا دينا؟ هو اليوم اللي كنت عصلا فيه كنت بغير الحمل ولا إيه؟ I love you too كده اسمك بالروسي بس I love you too حبيبتي يا ياسمينة لانت اللي أمرين يا روحي تساميلي عقرب حنقوله قريب قوي يا نورهان قريب جدا حبيبي طيب كلمك روضح بشكرك يا جيهان تفقلوا إن شاء الله في حالة توازن دخني عليها والقلق والثواصر ده بإذن الله هيروح وزي ما قلنا هنحط هدف وهنفعله وبخافنا كل حاجة جلدان جدا مالويشة لازمة خالص يا ملك الخوف ده حطي يعني اقتنماني وربنا إن شاء الله يعني يزرع الأمان والطمقلينة في قلبك ما تخافيش من حاجة إن شاء الله كل حاجة هتبقى كويسة جدا وزي ما قلنا فيه ناس اللي كان عندهم لو فيه فلوس جاية فهي جاية من شخص تجير فيه فلوس جاية آه بس مش تطور في الحالة من باية فيه فلوس جاية إن شاء الله نشوف اللي ما تصح بشكورك يا ملنا قوي طيب هنشوف الحالة العطفية للمجموعة الأولى برج الحوت نشوف الحالة العطفية للمجموعة الأولى برج الحالة